ساليل زليف أهلا وسهلا بيكو شباب وبنات الصف الأول السنوي أهلا بيكو على قناتي بروفسير أونلاين في الفيديو ده هشرح الدرس الثاني من الوحدة الثالثة من كتاب مرسي لعام عشرين اربعة وعشرين وإن شاء الله هشرح منهر الترمي التاني كله ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلكوا جميع الفيديوهات الجديدة نشوف الدرس الثاني عندنا بعنوان دمون دي دير يعني يسأل ويقول لير الساعة دمون دي دير لير يعني يسأل ويقول الساعة اي بغلي دي صنن بلوى دي تان اي بغلي دي صنن بلوى دي تان يعني ويتكلم عن جدوى الموعيد أو تيجي بمعنى جدوى الحسس نشوف الدرس ده هنتعلم فيه ايه الحديث عن جدوى الموعيد الحسس السؤال والحديث عن الساعة صفات النكرة كل وجميع اللي هي تو 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 كلهم بمعنى كل اللي استفهام بي كل يعني ما او اي كوند متى اكلر في اي ساعة بعد كده المواد الدراسية اللي ماتياري سكولير اللي ماتياري سكولير ايام الاسبوع اللي جور دي لا سمان اللي جور دي لا سمان نشوف اول حاجة الاسماء المزكرة النوم ماسكلا ان ام بلوى دي تان ان ام بلوى دي تان جدوى الموعيد أو جدوى الحسس ان جور ان جور يعني يوم ان مواء ان مواء يعني شهر وجمعها دي مواء دي مواء يعني شهور عندنا الكلمة مش هتتغير الا دا بس اللي هتتغير ان كالندريه ان كالندريه يعني تقويم اللي هي النتيجة ان غاندي فو ان غاندي فو يعني موعد ان كار ان كار ربعا ان ديمي ان ديمي يعني نصف ان كور ان كور يعني حسة فيه كمان كلمتين تاني شبه كلمة كور فيه ناس بتتلغبط فيهم هي ان كور من غير الاس ومعناها فناء في ان كورس معناها سباء دا بنشوف جمع كل كلمة من الكلمات دي عندنا ان كور اللي هي بمعنى حسة جمعها دي كور الكلمة مش تتغير لكن الاداة بس اللي هتتغير ومعناها حسس طب ان كور اللي هي بمعنى فناء جمعها دي كور اللي هي معناها ساحات نخلي بالنا ان كلمة حسس وكلمة ساحات اللي اتنين زي بعض نفهم الفرق ما بينهم من خلال الجملة بس عندنا ان كورس اللي هي سباء جمعها دي كورس سباءات هنضيف اس في نهاية الجملة الكلمة شوف الكلمة اللي بعدها ان كونجي ان كونجي يعني عطلة ان غيبو ان غيبو يعني راحة ان غيبار ان غيبار يعني وقبة يعني نهاية الأسبوع يعني نهاية الأسبوع يعني بداية يعني ميل أو زو يعني رياضة الغداء يعني منتصف النهار يعني بعض الضهر يعني منتصف الليل يعني اختبار هنا في ملحوظة كتبها لنا تحت الكلمات إن الكلمات المزللة بالأصفر مذكرة على رغم إنها تنتهي بحرف هي كلمة واحدة عندنا هي كلمة مذكرة لكن بتنتهي بال تشوف بعد كده الأسماء المؤنسة نوفي مينا نوفي مينا يعني تاريخ إن دات إن لانج لغة إن أني يعني عام إن سمن يعني أسبوع إن أغ ساعة ليه ستين دقيق إن أغلوج ساعة حاية إن منتر ساعة يد إن جورني يعني يوم أو نهار إن ماتير إن ماتير مادة دراسية إن دات إن دات التاريخ إن دمير إن دمير يعني نصف ساعة نخلق بالنا إن كلمة دمي هنا كلمة مذكرة هناخدها في السطر اللي تحتها في حالة نها تيجي مؤنس إن أر دمي إن أر دمي يعني ساعة ونصف هنا كلمة دمي لما جات قبل كلمة أغ جات مذكرة لما كلمة دمي جات بعد كلمة أغ جات مؤنسة نخلي بالنا من المحن الحوزة دي لا ميزيك لا ميزيك الموسيقى إن رنتري يعني عودة إن فوا يعني مرة وجمعها دي فوا دي فوا مرات الكلمة مش هتتغير لكن الأداة بس هتتغير نشوف برضو الملحوزة اللي هوا كتبها لنا إن الكلمات المزللة بالأصفر مؤنسة على رغم إنها لا تنتهي بالأ هما أربع كلمات اللي هما مزللين بالأصفر دول ما بينتهوش بالأ على رغم إن هما مؤنسة المواد الدرسية المواد الدرسية اللغة العربية اللغة الإيطالية اللغة الإيطالية اللغة الإلمانية اللغة الإنجليزية كل اللغات دي عندنا هنلاقيها كلمة مفقد مزك لي مت لي مت رياضيات كلمة مؤنسة الاحياء لا اس VT أو لا اس VT عندنا الرمز مش هيتغير لكن ممكن الاداة تتغير تبقى مفتدا وتبقى جمع يعني ممكن نقول لا اس VT يعني علم الحياة والارض او نقول لا اس VT الها علوم الحياة والارض الاداة بس لا هيتغير لكن الرمز نفسه مش هيتغير L'histoire يعني التاريخ La geografie يعني الجغرافية La geografie ده بنقول ملحوظة على المواد الدراسية نشوف كده اللي أنا كدبا بالقلم الجاف كل المواد الدراسية مؤنسة ما عدا الفنون التشكيلية وكل اللغات نقول كمان مرة إن كل المواد الدراسية مؤنسة ما عدا الفنون التشكيلية وكل اللغات اللغات اللي هي الفرنسار والعربي الإيطالي الألماني الإنجليز الفنون التشكيلية هناخدها دلوقتي اللي هي لزارة بلاستيك اللي هي الفنون التشكيلية اللغة الأسبانية L'espanol L'espanol اللغة الأسبانية Le chinois اللغة الصينية Les sciences العلوم La physique La physique La physique La chimie La chimie Il kemia La philosophy La philosophy Il falsafah La technology La technology Il technology Le EPS Le EPS Il terbiya il badani ودي هي رمز لثلاث كلمات Education Physique Sportive L'education civique L'education civique التربية الوطنية L'espanol Le zarte plastique الفنون التشكيلية اللي أنا قلت لكم عليها إن هي هي واللغات هما المذكرين لكن باقي المواد الدراسية هنلاقيها كلها مؤنس يبقى اللي زارة بلاستيك الفنون التشكيلية وكل اللغات مذكر نشوف اختصارات ورموز هنا math ده اختصار لكلمة Mathematique math اللي هي رياضيات اختصار لكلمة Mathematique مادة رياضيات payon اختصار ل biology اللي هي مادة الاحياء ist هو اختصار لكلمة histoire اللي هي التاريخ EPS اختصار ده رمز إديكاسيو فيزيك e sportive l-EPS هو اختصار لك إديكاسيو فيزيك e sportive يعني التربية البدنية ورياضية l-SVT ده اختصار لك سيانس دي la vie دي la tell نو لها كمان مرة سيانس سيانس دي la vie دي la tell يعني علوم الحياه والأرض اللي هو science اللي هي العلوم جيو لو اختصار لجيوغرافي اللي هي إغرافيا فيلو اختصار لفيلوزيفي اللي هي الفلسفة تكنو اختصار لتكنولوجي اللي هي التكنولوجي ميشوف الأفعال يتديه يدرس يتديه يدرس اكسبليكي اكسبليكي يشرح دي جاني دي جاني يتناول الغزاء جوي جوي يلعب دي فيني دي فيني يخمن اكسبريمي اكسبريمي يعني يعبر عن غنتري غنتري يعني يعود دي سيني دي سيني يرسم جوي جوي يلعب بريفري يفضل بريفري دي ري دي ري يعني يستغلق او يستمر اريفي اريفي يصل بروبزي يعني يقترح كومانسي يبدأ تيرميني ينهي ستيرميني ينتهي طب عايز اوضح لكم الفرق ما بين ينهي وينتهي هنا انا لو عايز اقول احمد بينهي يومه يبقى استعمل verbe تيرميني لكن لو هقول الحصة بتنتهي استعمل verbe ستيرميني داكور اتمنى ان يكون الفرق واضح لير يقرأ صفور يعرف نشوف بعض التعبيرات وحروف الجارة والظروف والصفاد سكولار مدرسي ماتينال صباحي اسبورتيف رياضي ومؤنسها اسبورتيف رياضية انتليجون زكي نضف لها او تبقى انتليجونت زكية شك كل تو برضو تيجي بمعنى كل فسيل سهل او سهلة للمذكر والمؤنس ديفيسيل صعب او صعبة برضو تيجي مع المذكر والمؤنس ديسكرية يعني حزر او كاتوم لو عايزة احولها للمؤنس حنحزف الات ونضف باكانها اي عليها اكسون تيجي تبقى ديسكرية كاتومة اميزان يعني مسلي اميزان اميزانت يعني مسلية انتريسان يعني ممتع او شيك انتريسانت يعني ممتع او شيك او اي ولها اربع اشكال هنا عندنا كل بيجي بعدها اسم مفرد مذكر ياريت يكون معاك قلم وتسجل الملحوظات اللي انا بقولها كل بتيجي مع المفرد المذكر هنا كل بالشكل ده بتيجي مع المفرد المؤنس كل مع الجمعة المذكر كل مع الجمعة المؤنس عندنا كلمة كمان صف معناها معده صف م م لكن او جو دوي او جو دوي اليوم تولي جور تولي جور يعني كل يوم بار جور بار جور يعني يوميا بار سمان بار سمان اسبوعيا بار موى بار موى شهريا نشوف عندنا الحديث عن جدول الحسس بار لدي الحديث عن المبلوى دي تون المبلوى دي تون معناها جدول الحسس او جدول الموعد لدي جور لدي جور دي لسمان لدي جور دي لسمان يعني أيام السبوع سمدي السبت سمدي دي مانج دي مانج الحد لاندي لاندي الاتنين مردي مردي السلساء ميركردي ميركردي الاربعاء جوردي جوردي الخميس فاندردي فاندردي الجمع وأيام الاسبوع عندنا بتسبق بأداية المعرفة للمفرد المذك يبقى نقولهم كمان مرة بأداية المعرفة تبقى لسامدي لدي مانج لاندي لمردي لمردي لجودي لفاندردي بيقولك خلي بالك نشوف مهمة جدا بتبقى الملحوظات المكتوبة عندنا بيقولك في مصر بيبدأ الاسبوع يوم السبت ويوم الجمعة عطلة نهاية الاسبوع نشوف الكلام ده يتقالي ازاي باللغة الفرنسية في مصر بيبدأ بيوم السبت ونلاحظ ان اليوم بدأ بأداية المعرفة لفاندردي الجمعة نشوف الملحوظة اللي بعدها في فرنسا بيبدأ الاسبوع يوم الاثنين ويوم السبت والحد عطلة نهاية الاسبوع في فرنسا الكلام ده عشان نفهمه ابدا بيقولك ان اليوم الخميس سبقته اداة المعرفة لدي تدل على تكرار الحدث يعني لما اذكرها في الجملة دي معناها ان الحاجة دي انا بعملها كل يوم خميس دي بتساوي ايه كل ايام الخميس او كمان بتساوي شاك جو دي شاك جو دي هنا في الجملة دي في كذا ملحوظة هنا كلمة تو اول حاجة ان هي بتكون في شكلها اللي هو الجمعة المذكر بعد كده ل اداية الجمعة جو دي كمان يوم الخميس ده بنضيف له اس في نهايته برضو بيبقى جمعة كمان بتساوي ايه شاك جو دي الملحوظة بقى ان هنا جو دي كلمة مفرد ما فيهاش اس في النهاية وكمان لا يسبقها اداة المعرفة زي هنا مع تو يبقى تو لازم يبقى بعدها ايه اداة معرفة تو لا لكن شاك مايجيش بعدها اداة تمام اتمنى ان تكون المعلومة وصلت نشوف هنا الاكزامبل جمعة ليجو دي انا عندي غياضيات ليجو دي معناها كل يوم خميس دكار دي بتساوي ايه كمان بتساوي جي مات ليجو دي يعني انا عندي غياضيات كل ايام الخميس بتساوي ايه كمان جي مات شاك جو دي يعني انا عندي غياضيات كل خميس بتساوي ايه كمان جي مات تو ليجو دي يعني انا عندي غياضيات كل ايام الخميس ونخلي بالنا ان تو دي في المفرد المذكر بعديها لازم اداة معرفة وبعد كده جو دي برضو كلمة ايه جمع طيب بصوا اللي انا كذباب القلم الجاف هنا فوق إن الليجور معناها اليوم الليجور الأيام هنا دي مفرد مذكر ودي جمع مذكر عشان بتيجي في الاختيار بيقولك للحديث عن جدوى للحصص هناك أكثر من طريقة طب أنا عايز أقول جدوى الحصصي أقوله إزاي بيوريك أكثر من طريقة عشان تعبر بيها عن جدوى الحصص أول حاجة أفوار بعد كده اسم المد يبقى تصريب فيرب أفوار طبعا حسب الفاعل اللي عندنا بعد كده اسم المادة لكن بدون أداة نخلي بالنا إن بدون أداة طب ناخد الأجزامبل عشان نفهم جي مت أنا عندي رياضيات مفيش أداة قبلها يعني مش هقولي جي لمت لا أقول جي مت أنا عندي رياضيات ليجور دي يوم الخميس أجزامبل كمان جي فيزيك أنا عندي فيزيا ها أنزر ترانت الساعة 11 ونص تمام؟ نخلي بالنا إن برضو كلمة فيزيك ما سبقهاش أداة داكور؟ طب فيه طريقة تانية اللي هو تصريب فيرب أفوار زائد كور دي يعني حصة كذا طب إحنا نشوف الإجزامبل عشان نفهمها أكد يبقى جي يعني أنا عندي كور حصة دي شيمي للكيميا لماردي يوم الثلاث داكور برضو كلمة كور ما سبقهاش أي أداة الإجزامبل الثاني جي أنا عندي كور دانجلي يعني حصة لغة إنجليزية وسبقها دي أباستروف عشان كلمة أنجلي بتبدأ بحرف متحرك آنزر الساعة 11 يبقى عندنا طرقتين نقولهم تاني كده بسرعة طرقتين لنحنا نحدد بهم جدول الحس عايز أقول أنا عندي رياضيات أو أنا عندي حصة رياضيات داكور نشوف الإجزامبل اللي فوق دا جي مت أنا عندي رياضيات لجوديوم الخميس الإجزامبل اللي تحته جي كور دي شيمي أنا عندي حصة كمي يبقى هم ترقتين يمقى قول عندي رياضيات على طول أو قول عندي مثلا حصة كمي حصة رياضيات وهكذا نشوف الملحوظة اللي بعدها للحديث عن المادة الدراسية التي تحبها نستخدم الأفعال يريد يكون معاك ألم وتكتب معاني الأفعال دي نقولهم كمان مرة ايمي يحب أدري يعشق بغيفري يفضل ده بعدهم لازم تكون في أداة معرفة بعدهم لازم تكون في أداة معرفة بعد كده نكتب اسم المادة ده بناخد إكزامبل عشان نفع جم يعني أنا أحب لازم بقى يبقى فيه أداة معرفة غير بقى الإكزامبل اللي احنا أخدناه فوق ده ما كناش بنستعمل فيه أي أداة معرفة يبقى هنا جم أنا أحب يعني اللغة الفرنسية يعني أنا أعشق الكيميا برضو سبقها أداة نجي بغيفير لمات أنا أفضل إرياضيات برضو فيه بعد بغيفير إيه أداة معرفة نشوف بعد كده للحديث عن المادة الدراسية التي لا تحبها ممكن نقول ني با إيمي ني با إيمي احنا هنشوف دلوقتي هنعملها إزاي يعني ده مش اللي احنا هنستعمله ده طبعا هيتصرف الفعل والفعل هيكون ما بين ني وما بين با طبعا لما ناخد الإجزامبل هتفهموا يقول الكلام ده أكتر اللي أنا بقول يبقى ني با إيمي لا يحب ني با بغيفير لا يفضل أو دي تستي يعني يك زائد برضو لازم أداة معرفة وبعد كده اسم المادة ده نشوف الإجزامبل عشان نفهم أكتر جو نيم با يعني أنا لا أحب لانجلي اللغة الإنجليزية احنا حطينا هنا الفعل م اللي هو بمعنى يحب ما بين ني وما بين با يبقى أنا لا أحب لانجلي اللغة الإنجليزية ومع فيرب إيمي يحب اللي استعملنا إيه أداة معرفة جو دي تست اللي مات أنا أكره الرياضيات برضو بعد دي تست استعملنا أداة معرفة لين جو ني بريفير با لا إز في تي يعني أنا مش بأفضل اللي هي السيانس اللي هي العلوم ممكن تيجي لا إز في تي وممكن تيجي لإز في تي ممكن تيجي مفرد وممكن تيجي جمع طب للحديث عن المستوى الدراسي في بعض المواد انا عايز اقول ان انا مثلا ممتاز في مادة كذا او انا متوسط انا ضعيف وهكذا اقولها ازاي تصريف فير بقتر حسب الفاعل بعد كده الصفة بعد كده ان بعد كده اسم المادة بدون اداء الكلام ده كده مش مفهوم بالشكل ده لكن لما ناخد اكزامبر نفهمه اكثر اقول يعني انا اكون ادي تصريف فير بقتر انا اكون اكسلون انا بكون ممتاز ادي الصفة او بعد كده المادة اسم المادة بدون اداء نقولها كمان مرة انا بكون ممتاز او مت في مادة الرياضيات ناخد اكزامبل تاني برضو بيعبر عن مستواك الدراس جسوي موية جسوي موية يعني انا بكون متوسط او فيزيك في الفيزي في اكزامبل تاني برضو مهم جسوي فابل جسوي فابل يعني انا بكون ضعيف او مت في مادة الرياضيات نشوف هنا سؤال تكملة او فرانسة يعني في فرنسا يعني التلاميذ مش بيروحوا المدارس لساميدي يوم السبت اي لدمانش والحد لسامن الاسبوع سي ترمين بينتاهي بنوقت ان ايجيبت يبقى لفندردي بينتاهي بيوم القما ابري لاندي يعني بعد يوم الاتنين سي انهو لمردي السلساء ان فرنسة في فرنسا لسامن كومانس يعني الاسبوع بيبدأ بلان لاندي بيوم الاتنين ان ايجيبت في مصر يعني الاسبوع بيبدأ لساميدي بيوم السبت نشوف السؤال لبعده في عندنا مجموعة من الكلمات ما بين الاقواس وعايزك تحطها في النقط هنا اللاستة وجيون اللي هو التاريخ والجغرافيا اللغة الفرنسية الموسيقى الأحياء الفنون التشكيلية اللي مات الرياضيات سارا ام دي سيني سارا بتحب الرسم اي لين بوكو يبقى هي تحب كثيرا اللي زارت بلاستيك يعني الفنون التشكيلية جوليا نجوبا دي بيانو يعني جوليا مش بيلعب بيانو اللي تستيب هو بيكرا لا ميزيك الموسيقى بيير امتر دكتور يبقى بيير بيحب ان هو يكون دكتور اي لم هو بيحب لابيولوجي الاحياء ماري ام ماري بتحب لشفر الارقام البريفر هي بتفضل الليمة الرياضيات اعلي عدور بيعشق اللي لانج اللغات اي لم لفرانسي يبقى هو بيحب اللغة الفرنسية ما تيلدا اين كارت يعني ما تيلدا عندها خريطة يبقى اي ليتي دي هي بتدرس لاستجيو يعني التاريخ والجغرافي نشوف السؤال اللي بعده هنا عندنا مجموعة من الصور وعندنا كل الصورة فوقيها يوم من الايام عندنا اول صورة فوقيها يوم الاثنين بعد كده التلات الاربع الخميس الجمعة لاندي ماردي مرغردي جودي فندردي هم ادينا اجزامبل جملة وعايزنا نعمل زيها كتب لك لاندي يعني يوم الاثنين جي كورده شيمي انا عندي حسة كيميا جيم لاشيمي انا بحب الكيميا يبقى من الصورة المكتوبة تحت اليوم هو استنتج هو بيحب ايه داكور نشوف كده اليوم اللي بعده اللي هي الصورة التانية يبقى يوم التلات جي أنا عندي كورده ميزيك انا عندي حسة موسيقو جيم لاميزيك انا بحب الموسيقو الصورة اللي بعدها لمركردي يوم الاربع جي كورده جيو انا عندي حسة جغرافيا جيم لاجيو انا بحب الجغرافيا لجي دي يوم الخميس جي كورده مت انا بحب الرياضيات جيم لمت انا بحب الرياضيات انا عندي حسة الرياضيات وانا بحب الرياضيات اخر صورة اللي هو يوم الجمعة انا عندي حسة لغة فرنسية انا بحب اللغة الفرنسية نشوف هنا عندنا في السؤال اللي بعده فيه مجموعة على الشمال مجموعة من الرموز والاختصارات وعايزك توصلها بالرمز او الاختصار بتاعها على اليمين اول حاجة الابس هو اختصار نروح مع بعض كده لقبل الاخيرة اللي ها l-edikation fizik e-sportiv التربية البadanية والرياضي l-edikation fizik e-sportiv لنا المات الرياضيات ده اختصار لغة الماتماتيك الماتماتيك اللي ها الرياضيات الفيلو ده اختصار لغة الفيلوزيفي الفلسافة تكنو هنا ده اختصار لغة التكنولوجي التكنولوجيا ده اختصار ل يعني علوم الحياة والأرض ده اختصار ل يعني الأحياء نشوف جزئية مهمة جدا هنا عندنا في الدرس هو الاستفسار عن الوقت والحديث عنه يبقى الاستفسار عن الوقت والحديث عنه يعني الاستفسار عن الساعة والحديث عنه نشوف أول حاجة للاستفسار عن الوقت اللي هو الساعة نقول ايه يعني انا ايزا اسأل الساعة كام دلوقتي اقول ايه اقول طبعا مهمة جدا الجزئية دي نركز عليها كتير يعني اي ساعة بيكون الوقت هنا ايل دي بيقصد بها الوقت الطوم وجاية في سيغة المفرد المذكر على الرغم من ان كلمة اير واليها كلمة ساعة كلمة مفرد مؤنس نخلي بالنا جدا من الملحوظة دي والكل برضو اللي هي معنى ما او اي جاية في شكلها المؤنس المفرد المؤنس يبقى كل شكلها المفرد المؤنس و اير كلمة مفرد مؤنس لكن ايل دي بنقصد بيها اللي طوم اللي هو الوقت هي كلمة مفرد مذكر أتمنى أن المعلومة تكون وصلت يبقى عايزين نسأل عن الساعة نقول إيه كيلاري تيل كيلاري تيل طب ممكن كمان كلمة كيلار دي نجيبها في آخر السؤال تبقى إيه ليه كيلار إيه ليه كيلار يعني الوقت بيكون أي ساعة أنا بترجم ترجمة حرفية علشان تبعارف معنى كل كلمة في السؤال إيه أو ممكن نقول لار الساعة سيلفو بلاي لو سمحت في سيغة كمان فوق أنا كتبها كده بالقلم الجاف اللي هي فوزا فيلير يعني حضرتك معاك الساعة داكر طيب الأربع أسئلة دول اللي عندنا نجاوب عنهم بإيه يعني أنا حد سألني الساعة كام أجاوب أقول إيه أقول إيه ليه إنه يكون الوقت يعني بيكون مثلا ويتر أو أي ساعة أنت تفضل داكر نخلي بالنا إن كلمة إيل دي كلمة مفرد مذكر بنقصد بيها اللي طوم يعني الوقت على رغم إن كلمة ساعة كلمة مفرد مؤنس نخلي بالنا جدا من المعلومة دي طيب للحديث عن الساعة بنبدأ الجملة بالضمير إيل الذي يعود على الزمن وهناك طريقتين للحديث عن الوقت طيب نشوف إزاي أقول الوقت فيه طريقتين فيه طريقة رسمية وفيه طريقة اللي هي إيه الناس بتستعملها كده في العادي طيب نشوف الأول طريقة اللي هي على الشمال عندنا بيقولك الطريقة الرسمية دي بتستخدم فيه أماكن رسمية زي المطارات ومكاتب العمل وفيها الساعة بتبدأ من واحد لغاية 24 يبقى بيستعملوا نظام الساعة اللي هي لغاية 24 تمام يعني أنا مثلا عايز أقول ساعة واحدة الظهر هقول الساعة 13 خلاص داكر ما أقولش الساعة واحدة خلاص تمام طيب بيقولك لاحظ استعمال نستعمل بقى إيه الدقايق كل الدقايق نقولها بالأرقام يعني مثلا إيه عايز أقول وربع اللي هي 15 دقيقة أقول كنز عايز أقول ونص هقول لا مش هقول نص هقول 30 دقيقة 30 و45 دقيقة برضو 45 ماقولش إلا ربع تمام هقول لا 45 يبقى كلها بالأرقام الساعة كلها والدقايق كلها تبقى إيه بالأرقام دي الساعة الرسمية طيب هناخد إيجزامبل عليها إيه ليه يعني الوقت بيكون هنا الساعة 8 أهي ونخلي بالنا أن كلمة إيه جت بعد ويت نجمع تذكر اللي بعدها إيه لي ويتر كانز دي هنا الساعة 8 وربعة يعني 8 و 15 دقيقة يبقى إيه لي ويتر الساعة 8 كانز 15 مش هقول ويه 15 دقيقة لا ويتر كانز على طول طيب إيه لي ويتر ترانت برضو الساعة 8 30 دقيقة طيب نشوف البقيين بعد كده نرجع للصفحة دي تاني إيه لي ويتر 30 اللي هي الساعة 8 ونص مش هقول ونص هقول 30 اللي هي 30 دقيقة إيه لي ويتر الساعة 8 45 45 45 دقيقة إيه لي دو زير الساعة 12 إيه لي كانز الساعة 15 الساعة 15 دي بقى اللي هي الساعة كام ليساعة 3 بعد الده داكور بعد 12 الضهر إيه لي 20 الساعة 20 طب أنا لما يجيلي الساعة 20 كده أعرفها هي الساعة كام أطرح منها 12 تديني إيه الساعة يعني الساعة 20 هحوش منها 12 تبدي الساعة 8 بالليل داكور الى زرر ساعة زير بقى دي اللي هي الساعة كام 24 اللي هي منتصف الليل ساعة 12 بالليل نرجح تاني للصفحة اللي احنا كنا فيها ونشوف بقى الساعة العامية اللي هي ما بين عامة الناس بيتكلموا ازاي بالساعة يقولك تستخدم بين عامة الناس وبتبدأ من الساعة من واحد لغاية 12 تمام يعني فترة النهار كلها تبدأ من الساعة واحدة لغاية الساعة 12 ده وبعد كده اقول برده الساعة واحدة تاني اللي هي واحدة بعد الدور وهكذا يقولك لاحظ استعمال ا كارت يعني وربع واجمي يعني ونص وموعان لا كارت يعني إلا الربع نقولها كده إلا الربع عشان نميز ما بينها وما بين وربع بادي نقولها وربع على طول لكن دي إلا الربع تمام واخدين بلكم من الملحوزة دي ا كارت يعني وربع موع lame كارت يعني إلا الربع الربع. اتمنى ان تكون المعلومة وصلت. طيب احنا هنا عندنا بنستعمل كلمة وربع ونص وإلا ربع عادي ما فيش مشاكل. طيب الملحوظة اللي قبلها انا نسيت اقولها لكم ان احنا بنستعمل فترات اليوم. يعني اقول دي الساعة واحدة بعد الظهر علشان اميز ما بينها ما بين واحدة صباحا وواحدة ظهرا. يبقى اقول قدامة من الصباح دي لاب غيمة دي يعني بعد الظهر يعني مساء. يبقى انا بضيف الكلمات دي للساعة عشان اميز ان الساعة دي يعتي مسلا الساعة واحدة انا قلت الساعة واحدة فانا مش هعرفها دي واحدة الصبح ولا واحدة بعد الظهر. فقول مسلا الساعة واحدة دي متى صباحا. او الساعة واحدة بعد الظهر. داكو? طيب نشوف هنا الساعة بتتقال ازاي? هنا الساعة اقول هزاي؟ ساعة تمانية فى كلمة تانى معناها بالزبط اللى هي بيله يبقى أو معناها بالزبط. هنا ساعة تمانية اوربعة اقول هزاي? الوقت بيكون ساعة تمانية وربع. هنا ساعة تمانية ونص. يبقى الى ويتر الساعة تمانية ارديمي يعني ونص. نشوف بقيهم هنا العمود اللي على اليمين. هنا دي الساعة تمانية ونص دي خلاص قلناه. هنا ساعة تسعة الا ربعة اقولها ازاي? الى نوفر ساعة تسعة مع الكارت يعني الا الربعة. هنا الساعة اتناشر زهرا. الى ميدي. الى ميدي. ميدي يعني زهرا. طب هنا دي الساعة تلاتة بعد الظهر بقى اقولها ازاي? الى تروازر الساعة تلاتة. ولازم بقى احدد بقى هي بعد الظهر ولا صباح? دي تلاتة بعد الظهر. يبقى دي لابريمي دي يعني بعد الظهر. نقولها كمان مرة. الى تروازر الساعة تلاتة دي لابريمي دي يعني بعد الظهر. هنا دي الساعة تمانية مساء. يبقى الى ويتر الساعة تمانية دي سوار يعني مساء. نقولها كمان مرة. الى ويتر. ساعة ثمانية. دسوار يعني مساء. الى منوي. الى منوي يعني منتصف الليل. يبقى احنا عندنا ديمي زهرا ومنوي ليلا. يشوف برضو هنا التركات في آآ كلمة ديمي. بالنسبة لكلمة ديمي تتغير حسب الاسم وحسب مكانها بالنسبة للاسم. يعني ايه بتتغير? يعني ممكن تبقى مؤنسة وممكن تبقى مذكرة. بيقولك تأتي دائما مذكر بدون ايه لاخرها اذا. يعني بتيجي بالشكل ده. ديمي معناها نصف دي المذكرة. ده الشكل المذكر منها. امتا تيجي مذكرة? ازا جات قبل كلمة ار او جات بعد مي دي ومنوي. نقولهم كمان مرة. امتا كلمة ديمي ليهب معنا نصف تيجي مذكرة? ازا جات قبل كلمة ار او جات بعد مي دي ومنوي. نشوف الاكزامبل عشان نفهم اكثر. يعني انا قضيت نصف ساعة. في مركز الوسائق. نخلي بالنا من ملحوظتين في الجملة دي. كلمة اين قبل ديمي عرغم ان هي مذكرة. تمام? نصف ساعة. كلمة اين دي بتنقصد بتعود على كلمة ار مش على كلمة نصف. دكار? يبا هنا كلمة برضو ديمي. لو نرجع للمعوضوعنا الاولاني. ديمي هنا مذكرة لما جات قبل مين? قبل كلمة ار. طيب هنا اي لي مي دي اي ديمي. اي لي مي دي اي ديمي. يعني الساعة اتناشر الظهر ونص. هنا كلمة نص جات مذكرة امتا? بعد مي دي. دكار? يبا الحالات اللي هتيجي فيها كلمة نصف مذكرة هي اذا سبقت كلمة ار او جات بعد مي دي او منوي. طيب امتا تيجي بقى مؤنسة? دي المرحوظة اللي بعدها. تأتي دائما مؤنس مضافة لاخرها ار يعني تيجي بالشكل ده. ديمي. امتا? ازا جاءت بعد جاءت بعد كلمة ار المفردة او ار الجمع. طيب نشوف هنا الاكزامبل. اي لدي زر الساعة اتنين اي ديمي. ونص هنا كلمة ديمي جات اي مؤنسة. طيب تسبق الساعة بحرف الجر ا. دي طبعا اهم ملحوظة يعني. جاريف اولي سي. انا بوصل المدرسة اويتر الساعة تمانية. الساعة هنا سبقت بحرف الجر ا. طيب نشوف هنا الساعة اللي مرسومة ونشوفها نختار انهي واحدة من الموجودين عندنا. اول حاجة دي الساعة واحدة وربع. هنا الساعة واحدة وربع. يبقى الاختيار الاولاني. يعني الساعة واحدة وربع. طيب السورة اللي تحتها دي هنا الساعة تلاتة ونص. يبقى يبقى الساعة تلاتة ونص. هنا دي الساعة اتنين الا عشرة. يبقى يبقى الساعة اتنين الا عشرة. عشرة دقيقة. هنا دي الساعة تمانية وتلت. تمانية وتلت يعني الساعة تمانية وعشرين دقيقة. نقولها ازاي? يبقى الساعة تمانية وعشرين دقيقة. مش هنقول دقيقة اللي هو حرف العرض بمعنى آآ آآ لا مش هنكتبها. نكتب على طول. ما نكتبش ايه? وكزا. لا. شوف الساعة اللي بعدها. هنا دي الساعة تسعة وعشر دقايق. يبقى الساعة تسعة وعشر. هنا الساعة اتنين وربع. هنقول يعني الساعة اتنين وربع. نشوف هنا برضو عندنا الساعات وهنشوف كل واحدة مناسبة معها. يعني الساعة احداشر وربع. دي طبعا الصورة التانية. سورة رقم اتنين. هنا الى يعني الساعة تمانية وعشر دقايق. هنا السورة الاولى. الى يعني الساعة ستة يعني الا عشرين دقيقة. دي السورة الخمسة. ستة الا عشرين دقيقة اللي هي ستة الا تلت. الى الساعة تلاتة اديمي الساعة تلاتة ونص اللي هي السورة الرابعة. الى مي دي الساعة اتناشر الظهر. اللي هي الصورة التالتة. نشوف هنا السؤال اللي تحت ياله هو التوصيل. الى مي دي يعني الساعة اتناشر الظهر ادي مي ونص. الساعة اتناشر ونص. ليه طبعا اللي هو الاختيار الاخير خالص. الى تريزر. الى تريزر. الساعة 13 او الاختيار. الاتروازير 20 يعني الساعة 3 و 20 دقيقة. الاختيار D. الاتروازير 20 الساعة 11 اكار و 4. الاختيار B. الاتروازير 10 يعني الساعة 9 و 10 دقيقة يعني الاختيار C. نشوف هنا مع بعض كلمة بمعنى كل. اللي هي T. وليها 4 اشكال. هنا T. 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 T عشان نفع كلهم بمعنى كل هنا إي لم هو بيحب كل العالم كلمة 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 مفرد مذكر أخدت قبلها بالشكل ده كل الفصل كلمة 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 مفرد مؤنس أخدت قبلها بالشكل ده يبقى كل الفصل بيحب غياضية كل المدرسين كلمة جامعة مذكر أخدت تو بالشكل ده كل المدرسين بيكونوا لطاف جمع التوت ليلونج يعني أنا بحب كل اللغات جمع مؤنس فأخدت توت قبلها بالشكل ده هو كاتب ملحوظة جميلة جدا كلمة تو في التعبير بادي تو ده تعبير بنستعمله في النفي تمام؟ بدل بابس بنستعمل بادي تو يعني معناه إطلاقا طيب بيقولك إن كلمة تو في تعبير بادي تو لا تتغير أبدا حتى لو جي بعدها اسم مؤنس اسم جامعة أي شيء لا تفضل دايما في شكلها ده ما تتغيرش أبدا طيب نشوف الإجزامبل هنا معناه إش نفهم أكد جي نيم بادي تو يعني أنا لا أحب إطلاقا اللي لونج اللغات شايفين هنا كلمة تو؟ ما تغيرتش حتى لما جي بعدها إيه؟ كلمة جمع مؤنس جي ني لي با؟ أنا مش بقرأ جي ني لي بادي تو؟ أنا لا أقرأ إطلاقا اللي ريمو الروايات تم نشوف السؤال اللي عندنا هو عايزنا نحط أشكال تو هنا في النوعات يبقى تجم أنا أحب تولي سبور جمع موزك إيلفا هو يذهب أو سينما إلى السينما تولي سامدي جمع الموزك اللي سامدي أيام الأسبوع هنا في السيغة جمع الموزك تولي لسي كل المدرسة إيه أبسان بتكون غيبة مفرد موزك تولي ليف كل التلاميذ سان تليجونت جمع المؤنس هنا في ملحوظة مهمة لازم أقولها لكم بصوا هنا على أنا كتباب الجاف جنب الجملة دي إن كلمة ليزليف تنفع تلاميذ أو تلميذات يعني تنفع جمع المذكر وتنفع جمع المؤنس طيب أنا هحدد على أي أساس أختار إيه على أساس الصفة اللي في نهاية الجملة اللي عندنا هنا آخرها إيه أس يبقى هنا كلمة انتليجونت دي صفة جمع مؤنس يبقى هنا ده من خلالها أنا قدرت أحدد إن كلمة ليزليف دي جمع مؤنس إنه إيه البارل هو يتحدث بريس كتولي لانج كلمة لي لانج كلمة جمع مؤنس فأخذ التو بالشكل ده جي في أو سينيما أنا هزهب إلى السينيما أفك توت لا فامية مع كل العيلة مفرد مؤنس الغونج هي بترتب تو لزوبجي جميع الأغراض أو جميع الأشياء جمع مؤنس لزليفم التلاميذ بيحبه تو لما تير جميع المؤاد جمع مؤنس جي في أو كليب أنا هزهب إلى النادي تو لجور يعني كل الأيام برضو لجور كلمة جمع مذكر جيم لير يعني أنا بحب قراءة تو لريمو كلمة جمع مذكر نشوف مع بعض إيه الاستفهام للسؤال عن الوقت هستعمل إيه؟ أداة استفهام كون كون بمعنى متى طيب بستعملها في الاستفهام عن الوقت لكن الوقت اللي أنا هرد بيه ما يكونش وقت محدد بساعة يعني إيه الكلام ده؟ يعني أقول صباحاً، مساءاً، زهراً، ليلاً لكن ما حددش وأقول الساعة 8 تمام؟ أتمنى تكون واضح النقطة دي تمام؟ يبقى كون؟ معناها متى؟ لكن لما أجي أجاوب، ما أجاوبش بساعة محددة يبقى ده وقت غير محدد بساعة؟ لا أقول أنا مثلاً هزهب مساءاً، زهراً، صباحاً هنشوف الإيجزام بدلوقتي ونفح طب هناخد السؤال في الأول قبل الإيجابة كند تي مات؟ كند تي مات؟ يعني أنت عندك متى؟ أنت لديك الرياضيات كند تي مات؟ يعني متى؟ أنت لديك الرياضيات؟ لما أجي أجاوب بقى شوفوا الإيجابة اللي فوقيها بقى جيمة لجودي جيمة لجودي يعني أنا عندي رياضيات يوم الخميس محددتش ساعة أبدا ممكن كمان أقول يعني فترة كده زمني يعني ممكن أجاوب وأقول جيمة أنا عندي رياضيات لسوار مساء أو لمتاع صباحا لكن محددتش ساعة معينة طب إمتى أحدد ساعة معينة لما يسألني ويقول أكلار 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 يعني في أي ساعة دي هنا بقى ساعتها أنا أحدد إيه ساعة معينة برضو هنا هنشوف السؤال في الأول وبقى كده نرجع للإجابة أكلار يعني في أي ساعة تيامت أنت عندك رياضيات نقولها كمان مرة أكلار في أي ساعة تيامت أنت عندك رياضيات الإجابة بقى جيمة أنا عندي رياضيات الساعة 9 يبقى هنا حددنا إيه حددنا ساعة نشوف هنا الأسئلة مع بعض كورة تيامة مردي حصص أنت لديك يوم الثلاث يبقى كمبيان دي كورة يعني كم من الحصص تيامة مردي أنت لديك يوم الثلاث أكلار في أي ساعة تيامت أنت عندك رياضيات وباقي باقي الاختيارات مترجم عشان تعرف إحنا ليه اخترنا دي بالزات داكور يعني متى أنت تذهب لمركز الوسائق الإجابة يعني يوم الثلاثة ويوم الخميس كسك تيامة جوردوي ماذا أنت لديك اليوم الإجابة يعني أنا أنا عندي متى الشيمية عندي رياضيات وكم تشوف سؤال اللي بعده لكم خمسة أكلار في أي ساعة تي فا أوليسي أكلار في أي ساعة تي فا أوليسي أنت تذهب إلى المدرسة الإجابة يعني الساعة 8 باقي الاختيارات مترجمة علشان تعرف إحنا ليه اخترنا دي بالزات Avec qui يعني مع من مع مين تي فا أوليسي أنت تذهب إلى المدرسة الإجابة مع أصحاب كمان كيف تي فا أوليسي كيف أنت تذهب إلى المدرسة أم بيس بالأوتوبيس پوركوا يعني ليه تي فا أوليسي يعني ليه أنت تذهب إلى المدرسة پور اتدير علشان أدرس سؤال بعده تسعة أو تي دي جين يعني أين أنت تتناول وجبة الغداء أنت هتتغدى فين الإجابة أو سلف سيرفيس يعني في مطعم المدرسة عشرة سؤال عشرة أكلير في أي ساعة تي دي جين أنت بتتغدى هنا أمي دي يعني زهرا يعني الساعة 12 الظهر نشوف سؤال بعده بالشكل ده مع المفرد المؤنس كل بالشكل ده مع الجامعة المذكر كل بالشكل ده مع الجامعة المؤنس عشان الصفحة كلها عن كل سؤال رقم 12 قلنا كل المؤنسة كل ميوزيك بريفيرتي يعني أي موسيقى أنت تفضل بعدكده كل اللي هي التالتة اللي مع الجامعة المذكر كل صوال ليفر دي ليا يعني ما يكونوا كتب ليا بعدكده كل الجامعة المؤنس كل صوال زرفير دان تروز يعني ما هي الأقراد الموجودة في مقلمتك كلمة لزرفير كل ما جامعة مؤنس بعدكده هنا عندنا كل المفرد المذكر كلي تنم بلودي دون يعني ما جدول مواعيدك كده يبقى أي اختبار أنت لديك اليوم يبقى أي يوم بتفضل أنت كلمة مفرد مذكر كلمة جور كلمة مفرد مذكر شوف بعد كده المواقف هنا عندنا موقف ويه هو كتب لنا يعني إجابات كلها مناسبة مع الموقف تيتان فورم أنت بتستعلم سير لير عن الساعة أو عن الوقت تي دي فأنت هتقول إيه بنت عايز تقول الساعة كام أو قول إيه هقول إيه لكي لير يعني الوقت بيكون أي ساعة طبعا أنا دي ترجمة حرفية اللي أنا بقولها تمام بس عشان أفهمك كل كلمة من دول معناها إيه إيه لكي لير أو هتقول تي يالير أنت معك الساعة أو هتقول لكي لير يعني حضرتك معك الساعة أو هتقول لكي لير تيل يعني أي ساعة الوقت بيكون أو لير الساعة سيل تو بلي لو سمحت ممكن تيجي سيل تو بلي أو سيل فو بلي لو أنا بكلم شخص كبير عني أو أنا معرفوش الموقف اللي بعده تيتان فورم انت بتستعلم سير الجور يعني عن اليوم تيدي انت هتقول انت بتستعلم عن اليوم يعني عايز تعرف النهاردة إيه فهتقول يعني أي يوم إحنا بنكون يعني أي يوم نحن نكون أو أنا كالجور إحنا بنكون أي يوم تيتان فورم انت بتستعلم سير لنومبر ديكور عن عدد الحصص نقولها تاني تيتان فورم سير انت بتستعلم عن اليوم بر ديكور عن عدد الحصص تيدي انت هتقول إيه هتقول كمبيان ديكور تيار كم من الحصص أنت لديك كمبيان ديكور تيار أو هتقول كيلي لنومبر ديكور كيلي لنومبر ديكور يعني ما عدد الحصص الموقف اللي بعده أربعة تي دي ماند أتونامي تي دي ماند أتونامي يعني أنت سألت صديقك عن إيه صنم بالوادي تون صنم بالوادي تون يعني عن جدوى الحصص أو جدوى المواعيد تي دي أنت هتقول كالماتير تيا أوجودوي يعني أي المواد أنت لديك اليوم يعني إيه المواد اللي أنت عندك المهاردة أو هتقول لك كم من الحصص تيا أوجودوي أنت لديك اليوم الموقف اللي بعده كم خمسة تي باغل أنت بتتحدث عن جدوى المواعيدك تي دي أنت هتقول إيه أنت هتتكلم عن جدوى المواعيدك أو جدوى الحصص هتقول إيه هقول جي سيس كو أوجودوي يعني أنا عندي ستة حصص اليوم أو هقول جي فيزيك أمي دي أنا عندي فيزية أمي دي زهران أو هتقول جي مت أنا عندي رياضيات عنيفار الساعة 9 أو هتقول جي في أو سلف يعني أنا أذهب إلى المطعم أتريزير الساعة 13 ساعة 13 اللي هي الساعة واحدة بعد الدول تشوف الموقف اللي بعده رقم ستة تيك سبريم يعني أنت بتعبر تي جوت سكولير عن ميولك المدرسية تي دي أنت هتقول إيه تب ميولك المدرسية يبقى هتقول جي مبكو لمت أنا أحب كثيراً الرياضيات أو هتقول جي دي تستيلا فيزيك أنا بكره الفيزية أو هتقول جي بغفر لاشيمي أنا أفضل الكيميا جي نمبالي اس فيتي يعني أنا مش بحب العلوم الموقف اللي بعده رقم سبعة تي دي ماند أتونامي يعني أنت سألت صديقك سان جور دي كونجي عن إيه سألت عن إيه عن يوم العطلة تي دي أنت هتقول كيل جور تيا كونجي يعني أي يوم أنت عندك عطلة أو هتقول كيل جور تينيفا با أوليسي يعني أي يوم أنت لا تذهب إلى المدرسة كمان ممكن تقول كيل جور تينيفا كور أنت ما عندكش حصص أي يوم أنت ما عندكش في حصص نشوف الموقف اللي بعده رقم تمانية تي انديك يعني أنت بتشير لير للساعة تي دي أنت هتقولين أنت بتشير للساعة يعني أنت هتقول الساعة أو توضح الساعة كام فهتقول الوقت بيكون الساعة تمانية أو إليمي دي إنه ساعة إنهو 12 ضه أو إليمي ديمي ساعة 9 ونص أو إلي دي زر إكار يعني الساعة عشرة وربع تشوف الموقف اللي بعده رقم تسعة تي انديك يعني أنت بتوضح يعني أنت بتوضح بداية الإسبوع في فرنسا تي دي أنت هتقولين يبقى هتقول يعني الإسبوع يعني الإسبوع بيبدأ بيوم الاتنين في فرنسا أو هتقول في فرنسا يعني يوم الاتنين بيكون أول يوم من الإسبوع الموقف اللي بعده رقم عشرة يعني أنت سألت صديقك عن عن مادته المفضلة تي دي أنت هتقول كلمة تي بريفير يعني أي مادة أنت بتفضل أو هتقول تي بريفير للمات أنت بتفضل الرياضيات ولا فيزيك ولا الفيزية كمان ممكن تقول كيلسولي جوت سكولير ما هي ميولك المدرسي نشوف بعد كده الميل بونسوار طبعا اللي بيجينا في الامتحان السؤال زي ما تعودنا الترمي الأول السؤال وإنت بيكون مطلوب منك أنك تكتب الإجابة بونسوار مساء الخير هترد وتقول بونسوار كم من الحصص أنت لديك هرد وأقول أنا عندي ستة حصص السؤال لبعضه في أي ساعة بتبدأ الحصة الأولى هرد وأقول الحصة الأولى وهجبها من السؤال برضو مرجودة في السؤال يعني كل اللي مطلوب منك أنك تكتبه اللي هي أوي تير الساعة 8 وكلمة إير ممكن تختصرها برضو بحرف الأش بس تمام؟ مش لازم تكتب الكلمة كلها في النهاية هو كاتب أوري فور إلى اللقاء ما استحترش وأقول لا دي حاجة تفهم أكتبهاش لا لازم أكتب أوري فور دي عليها درجات المال اللي بعده سالي أرد وأقول سالي كم من المواد أنت بتدرس أقول جي اي تي دي دوز ماتيير اتناشر مادة كل ماتيير تي بريفير يعني أي مادة أنت تفضل أقول جي بريفير لماتيماتيك يعني أنا أفضل الرياضيات وممكن أكتب اختصارها اللي هي لمات الرياضيات أبليس إلى اللقاء أكتب أبليس نشوف المال اللي بعده يعني أي يوم أنت لديك عطلة أقول جي كونجي أنا عندي عطلة لفندردي يوم الجمع السؤال اللي بعده يعني أي مادة أنت مش بتحب أقول جي نمبالاشيمي أنا لا أحب الكامي في النهاية تشاو إلى اللقاء أكتب تشاو نشوف مع بعض السجي اللي بيكون طالب منك أنك تكتب من 15 ل 20 كلمة طبعا المواضيع اللي مكتوبة عندنا هنا دي أكتر طبعا من 20 كلمة بس أنت ممكن أي هو كتبها لك ليه كثيرة بحيث أن انت لو في كلمات صعبة ممكن أن انت تختصر يعني أي بعض الكلمات بس تكون كلمات اللي هي مش جوهرية يعني في السجي تمام يعني ممكن تكون ينفع نستغنع على طيب هنقول قليسي في المدرسة جي اي دي أنا بدرس 10 مواد طيب هو السجي ده عن أي ده طالب منك يعني اتكلم عن ميولاك الدرسية تمام طيب فهنقول قليسي في المدرسة جي اي تي دي أنا بدرس 10 مواد جي بريفير أنا أفضل اللاشيمي الكمية جي نيمبا لا فيزيك أنا مش بحب الفنزية جادور لي فرانسي أنا بعشق اللغة الفرنسية جي دي تست الستوار أنا بكره التاريخ جي بكو أنا أحب كثيرا اللي زارت بلاستيك الفنون التشكيلية جي نيمبا لا بيولوجي يعني أنا مش بحب الأحياء سي ديفيسيل إنها صعبة طيب نشوف السجي اللي بعده بيقول لك يعني اتكلم عن اللي هو جدول المواعيد يعني أثناء يوم درس بعيدك تتكلم عن جدول الحسس أو جدول المواعيد أثناء يوم درسي هتقول إيه؟ برضو السجي ده كبير يعني ممكن تختصر منه بعض الجمل ويكون أفضل إن انت تعمل سجي بنفسك السجي اللي انت هتعمله بنفسك ده مش هتنساه تاني أبدا لكن اللي انت هتحفظه من هنا ده ممكن تنساه ده بقول جي سي سي سكور بار جور يعني أنا عندي ستة حسس يومية ليل عندي يوم الاثنين جي كومونس أنا ببدأ بغلي فرانسي باللورة الفرنسية أو إتر الساعة 8 جي دي زور دي مات يعني أنا عندي ساعتين غياضيات آميدي يعني الساعة 12 دور جي دي جين أسلف أنا هتغدى في المطا باندول هو مطاعم المدرس باندول لا ريكرياسيون يعني أسناء الفسحة جي بافرد أفات ميزامي يعني أنا هسرسل مع أصحابي آتري زور يعني الساعة 13 جي أنجلي أنا عندي لغة إنجليزية جي أسي بايولوجي أنا عندي أيضا أحياء آكاتر زور الساعة 14 جي رونتر شي موا يعني أنا برقع شي موا يعني معناها عندي عندي يعني أنا برقع البيت آكانزر الساعة 15 اللي هي الساعة 3 بعد الدور شوف هندنا هنا الواسيقة الواسيقة بعنوان يعني جدول حصص أو جدول مواعيد و الساعة 3 جي مابيل وانسو دي بون أنا أدعى وانسو دي بون جي سيزون أنا عندي 16 سنة إجابيت آه تولوس وأنا بعيش في بلد اسمها تولوس اللي كور الحساس كومونس آنفير الحساس بتبدأ الساعة 9 سترمين وبتنتهي آه 6 آر 30 يعني الساعة 16 ونص يعني الساعة 4 ونص صف ما عدا المركر دي آمي دي ما عدا يوم الأربع بتنتهي الساعة 19 الظهر اللي لعندي متان يعني يوم الاتنين صباحا جي اس فيتي أنا عندي علوم وعنده كمان فرنسية لغة فرنسية آه آه أرت بلاستيك وآآ فنون تشكلي لاب غيمي دي يعني بعض الظهر جي سيلمو أنا عندي فقط دي كور حستين يبقى يوم يبقى بعض الظهر هو عنده حستين بس لهم تكنولوجي ايه ماتماتيك تكنولوجيا ورياضيات لمردي يوم الثلاث جي كومانس لاجرني أنا بابدأ يومي افك استوار جي بالتاريخ وغرافيا يبقى يوم الثلاث هو بيبدأ يوم بالتاريخ وغرافيا بيقول عليهم سي انتريسان يعني انهم شيقين جي اسي كور دي مات أنا أيضا عندي حست رياضيات ايد انجلي ولغة انجليزية اللغة انجليزية ايه ماتير بريفري انها مادتي المفضلة شات جور كل يوم جي دي جين او سلف سيرفيس يعني أنا بتغدى في مطعم المدرسة عامي دي الساعة 12 الده لفندردي يوم الجمعة ايه من جو بريفري هو يومي المفضل بارسكي لاني جي دي زير دي اي بي اس لان انا عندي ساعتين من ال اي بي اس اللي هي الالعاب جامبيان انا احب كسيرا اللا ميزيك الموسيقى الارت والفن طبعا انا هنا مخططة على الحاجات المهمة اللي ممكن يجيلي عليها ايه اسئلة يعني طول ما انا ماشي كده اخطط على الكلمات اللي ممكن يجي عليها اسئلة داكور والاجابات دي هنلاقيها برضو متخططة كلها في الوصيق هنا يعني اليوم الدراسي بيبدأ برضو الاجابة هنا هنلاقيها متخططة وسي الوصيق الابغام دي بعد الظهر عنده هو عنده ماتماتيك و تكنولوجي بس ما فيش كلمة تكنولوجي في الاختيارات فانسو بغان لديجني فانسو بيتناول واجبة الغداء أو سلف سيرفيز في مطعم المدرس فانسو ترمين بينهي لكور آميدي بينهي حسسو زهرا امتى لمركر دي يوم الأربع هو بكل الأيام بيخلص حسسو ساعة عربعة ونص ما عادة يوم الأربع بيخلصها الساعة 12 ادرع نشوف هنا الديالوج ما بين جورج و بولين جورج بيقول تيا كور مركر دي انتي عندك حسس يوم الأربع بولين قالت له ويجي كور تولي جور أنا عندي حسس كل الأيام كل الأيام صرف لويكند ما عادة نهاية الأسبوع جورج بيقول لها كندسك يعني متى تيا كور دي متى انتي عندك حسس تريديات قالت له جي كور دي مت ليلاندي لمركر دي وليفندر دي يعني دا حسس تريديات يوم الأتنين والأربع والقمع جورج بيقول لها تروا فوا بار سمان ثلاث أيام في الأسبوع غيتلوي اللي كور دي الحسس بتستمر دي زر ساعتين تيا كور دي 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 سا كالجور وبيقول لها عندك حسة رسم امتى في أي يوم قالت له من كور دي دي سا حسة الرسم سي لماردي إنها يوم التلات سي سي دي كالر آ كالر يقول لها إنها يعني اللي هي حسة الرسم من الساعة كام إلى الساعة كام هتلوي سي دي تريزر من الساعة 13 آ كانزر إلى الساعة 15 أبري وبعد ذلك جي كور دي تينيس أنا عندي حسة تينيس نشوف الأسئلة بولين أمت بولين عندها رياضيات ترواجو 3 أيام بالسامن في الأسبوع أنكور دي مات دير يعني حسة رياضيات بتستمر دي زر ساعتين لتينيس التينيس سي لسبور بريفري دي بولين إنها رياضة المفضلة لبولين وهنلاقي بردو كل الإربات دي متخططة في الواسيق بولين أكور دي سا بولين عندها حسة رسم المردي يوم الثلاث هنا اللي قدامنا ده برضو وصيقها بعنوان يعني جدول حسس هنا ده جدول بيوضح الحسس الأيام والحسس اللي موجودة فيها ومن الساعة كزا للساعة كزا عندنا هنا العمود العشمال المكتوب عليه كلمة ده طبعا من الساعة مثلا تمانية للساعة تسعة هنا من الساعة تسعة العشرة من عشرة لحد عشرة وهكزا لغاية نهاية العمود هنا عندنا يوم لتنين عنده مصنفرانسي ستوار وهكز هنا ماردي يوم الثلاث برضو هو كاتب لنا المواد اللي هو عنده ميركر دي الاربع برضو كاتب المواد جو دي الخميس فندر دي الجمعة برضو كاتب المواد اللي عنده كل يوم هنا في النص كاتب دي جني السلف سيرفيس ده الغتاء بقى ايه في مطعم المدرسة وهو من الساعة اتناشر للساعة تلاتاشر داكور نشوف هنا الاسئلة ليو يذهب إلى المدرسة نعد هنا كم يوم من اول الاتنين واحد اتنين تلات اربعة خمسة يبقى خمس في الاسبوع يبقى سانك جور زهرا يعني الساعة اتناشر هيروح فين هنرجع للجدول نشوف الساعة اتناشر اتناشر اللي فندردي يوم الجمعة اللي يكمان سبار بيبدأ باي بالأي بيأس نرجع للجدول ونشوف هنلاقي بيبدأ بغيادية بغيادة ليو أكور دي ميزيك ليو عندو حسة موسيق لمردي يوم الثلاث نشوف الوصيق اللي بعدها وهي عبارة عن ميل دا بير يعني من بير عالي الى عالي اوب جي الموضوع الدراس سالي علي تحياتي علي جي في أوليسي مورفان يعني أنا بذهب الى مدرسة السنة وتدعى مورفان عباري في باريس جي كومانس ما جورني سكولير يعني أنا هبدأ يومي الدراس أو تر الساعة تمانية جي في أوليسي أنا هذهب الى المدرسة تولي جور كل الأيام صف اللي سامدي إلى دمانش ما عدا يوم السبت والحد سالي ويك أند دول هما عطلة نهاية الأسبوع جي سات كور بار جور أنا عندي سبع حصص يومية اللي كور الحصة دير إي نور بتستغرق ساعة يعني مدتها ساعة آمي دي زهرا احنا هنروح المطعم بور لدجوني علشان واجبة الغدن المردي يوم الثلاث جي دي زهر دي ميزيك أنا عندي حصتين موسيقى ساعة ساعة موسيقى جي نم بار ليل لاندي أنا مش بحب يوم اللي تنين بار سكيل لاني جي كور دي انجلي عشان عندي حصة لغة انجليزية جي سوينال انجلي أنا بكون سيئ في اللغة الانجليزية اللي جودي يوم الخميس جي كور أنا عندي حصة دي ابي اس رياضة سيغ لترى دفوت في ملعب كورة القدم ال ابي اس دي اللي هي التربية البدنية اتوا وانتا كالتون امبلوا دي تون يعني ما هو جدوى الموعدك دان طول السيف مدرستك وماضي في الاخر وكاتب بير نشوف الاسئلة امي دي زهران اللي زي لفوت التلاميذ هيذهبوا او سالف السيرفيس يعني لمطعم المدرسة برضو الاجابات هنلاقيها متخططة في الوصيق بير نيفا يعني بير لا يذهب الى المدرسة دي جور برسمن يومين في الاسبوع مش يروح المدرسة يومين في الاسبوع اللي هما السامي دي والدي اللي بير بير بيتكلم عن صنم بلوان دي طن عن جدول مو عنده نشوف الوصيقة اللي بعدها وهو كاتب ان دي وصيقة خاصة بطلاب المعهد الازهري سالي جون تحياتي جون جو كومانس ما جورني يعني انا ببدأ يومي الساعة 8 اولي سيف المدرسة جو سي كور بر جور يعني انا 45 دي جو مانج على كانتين انا هياكل في كانتين افك ليكو بعد كلاس يبقى 11 45 دقيقة هو هياكل في الكنتين مع اصحاب اللي كور الحصة دير هتستغرق 45 من هتستغرق 45 دقيقة ليل ان دي المار كردي يوم 22 و الاربع سي 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 انه رأى دا يوم يعني دي زير انا عندي ساعتين دي ميوزيك من الموسيقى جادر انا بعشق ذلك هنا ج انا عندي كور دي فغانسي حصة لغة فرنسية كل جور كل الايام جم السي انا عندي ايضا يعني عنده علوم الى جيغرافية و جغرافية بيقولك هو عنده ايضا علوم و جغرافية في نفس اليوم الليزارت بلاستيك يعني الفنون التشكيلية سيني با سانبا انها شي مش لطيف ما جغني يومي اوليسي في المدرسة ستغمين بينتهي اي كانزر الساعة 15 كاتف الاخر ماري هنا ماري نيمبا ماري مش بتحب ايه الليزارت بلاستيك يعني الفنون التشكيلية لو رجعنا للوصيقة نلاقي انها بتقول على الليزارت بلاستيك سيني با سانبا هي مش لطيفة السؤال اللي بعده رقم اثنين ماري فا لكانتين ماري هتروح الكنتين الساعة 11 و 45 دقيقة الساعة 45 دقيقة 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 الساعة 8 ولا بعد الظهر ولا الساعة 15 يعني الساعة 3 بعد الظهر لا الساعة 14 يعني يعني قبل الظهر يوم لاتنين ماري خور عندها حسة دي فرانسا دي ميوزيك . عندها حسة لغة فرنسية وحسة موسيقى عندها حسة لغة فرنسية كل الايام وعندها حسة موسيقى يوم لاتنين يبقى يوم لاتنين ده عندها فرنسي وعندها موسيقى نشوف سؤال صح وغلط ماري avoir Kantine ماري ستذهب الى الكنتين طبعا اجابة صحيحة يعني الحصة في المدرسة بتستغرق لا فو اجابة غلط هي بتستغرق 45 يعني اليوم الدراسي ساعة 13 يبقى الاجابة غلط نشوف مع بعض سؤال المواقف اللي بيكون طالب منك انك تختار اجابتين صح تيدي ماند اتونامي يعني انت سألت صديقك عن لير الساعة تيدي انت هتقول تيالير يعني انت معاك الساعة او هتقوله إليك لير الوقت بيكون اي ساعة نترجم بقى الاختيارات عشان نشوف احنا اخترنا دول لئ كالجور سامنو اي يوم نحن نكون كالليلة دات ما هو التاريخ كم بيان دي كورتيار يعني كم من الحصص انت لدك تنامي تيدي ماند يعني صديقك سألك عن لير الساعة تيدي انت هتقول إيه هتقول بهو سألك الساعة كام فانت هترد عليه وتقول ايلي ميدي يعني صحف مش رده او هتقول ايلي ويتر الساعة 8 ايكار ورب تمشو بها الاختيارات معناها ايه جي سي سكور انا عندي ست حصص ايلي اون ريتار هو بيكون متأخر جي سوي على يعني انا بجيت في المعد السؤال اللي بعده تيدي ماند اتونامي يعني انت سألت صديقك عن ساماتير بريفيري عن مادته المفضلة تيدي انت هتقول كلماتير تي بريفير يعني اي مادة انت بتفضل او هيقول تييم لأس فيتي أو لمات يعني انت بتحب العلوم ولا الرياضيات تاب نشوف بقى الاختيارات معناها تييم كالسبور انت بتحب اي رياضة كم من المواد انت بتدرس يعني اي مادة انت بتتحدث اي لغة بفضل اي لغة انت بتتكلم الموقف اللي بعده رقم 4 تيدي ماند اتونامي يعني انت سألت صديقك عن ساماتير بريفيري عن مادته المفضلة بس هنا ايه الفرق بقى يل دي هو هيقول ايه يبقى انت سألته ايه مادتك المفضلة فهو يرد عليك ويقول جملة مت انا احب الرياضيات او هيقول جيب غفر لبيولوجي انا افضل الاحيان باقي الاختيارات معناها جيب غفر لباسكت انا بحب افضل كرة الصلة جا دور لبيانو انا بعشق البيانو جي دي تست الستوار انا بكره التاريخ تيدي ماند اتونامي يعني انت سألت صديقك عن النوبر دي كور عن عدد الحصص تيدي انت هتقول ايه كم بيان دي كور تيار يعني كم من الحصص انت لديك او هتقول كلي لنوبر دي كور يعني ما هو عدد الحصص باقي الاختيارات اكلير تيار شيمي يعني في اي ساعة انت عندك كيميا يعني اي مادة انت تفضل يعني اي مادة انت تفضل يعني انت مش بتحب حصة الفيزي الموقف اللي بعده جدا تستي لجودي انا بكره الخميس اليا ست جور دان لازمان بيوقت سبع ايام في الاسبوع تيدي مان دا اتونامي يعني انت سألت صديقك عن اللي جور دي كونجي عن يوم العطلة تيدي انت هتقول ايه انت عايز تسأله عن اليوم الاجاز هتقوله ايه هتقوله كيل جور تيار كونجي يعني اي يوم انت عندك عطلة او كيل جور تيني فا با قليسي يعني اي يوم انت مش هتروح المدرس تيدي انت هتقول ايه جدول الحسس او جدول المواعيد هتقول ايه جي سيس كور بارجور انا عندي ست حسس يوميا او جي دي كور دي مت او انا عندي حسطين رياضيات موقف اللي بعده تنامي تيدي ماند يعني صديقك سألك عن تناك تيفيتي بغير فري عن نشاطك المفضل تيدي انت هتقول جا در لا ميزيك انا بعشق الموسيقى جملي زاك تيفيتي مانويل يعني انا احب الانشطة اليدوي هتمن ترجم بقى الاختيارات جي بريفيري الاس فيتي انا افضل العلوم جملي لا فيزيك انا بحب الفيزيك جدي تستيلا بيان تير انا بكره الرسم تيتان فارم سيرلي جور يعني انت بتستعلم عن اليوم يعني عايز تعرف النهاردة ايه تيدي انت هتقول ايه هتقول كل جور سومنو يعني اي يوم احنا بنكون او هتقول اوني كل جور يعني احنا بنكون في اي يوم طيب نشوف بقى الاختيارات عن كل موى سومنو في اي شهد احنا بنكون كل جور بريفيرتي يعني اي يوم بتفضل انت يعني الوقت بيكون اي ساعة ده سؤال عن الساعة تيدي ماند اتونامي يعني انت سألت صديقك عن عن عدد الحصص يوم الخميس الدي هو هيرد عليك ويقولك ايه يبقى انت سألت وعندك كم حصة يوم الخميس هيرد عليك يقولك ايه جي سيكور انا عندي سبع حصص ايليا سيسكور انا بيوجد 6 حصص الموقف اللي بعده تيدي ماند اتونامي يعني انت سألت صديقك عن اللير دي كوردي لاشيمي عن ساعة او ميعاد حصة الكمية تيدي انت هتقول ايه اللي كوردي شيمي يعني حصة الكمية ايه بتكون اكلير في اي ساعة او اكلير في اي ساعة تيا شيمي انت عندك كمية نشوف باقي الاختراف معناها ايه تيا لير انت معاك الساعة دا السؤادة لو عايز يعرف الساعة كام دلوقت كم بيان ديكور تيا كم من الحصص انت لديك تي بريفير لاشيمي انت تفضل الكمية تي انديك تونجور بريفريت دي لا سمان يعني انت بتوضح يومك المفضل في الاسبوع تي دي انت هتقول ايه هتقول اي جي بريفير لفندردي انا افضل يوم الجمعة او هتقول لاندي يوم لاثنين سيمانجور بريفري انه يومي المفضل تاب نشوف باقي الاختراف معناها ايه جي سويني لدوز مارس انا بكون مولود في اتناشر مارس او جي دي تستي لدي منش انا بكره الحد انا مش بحب يوم السبت يعني انت بتعبر عن ميولك الدراسية تي دي انت هتقول جادور لمات انا بعشق الرياضيات جيني مبالي اس بي تي انا مش بحب الاس بي تي اللي هي العلوم تاب نشوف باقي الاختراف معناها ايه جيم لي ماردي انا بحب التلات جي بريفير ليفير يعني انا افضل الشتا جي جو او باسكت انا بلعب باسكت الموقف اللي بعده رقم خمس لشر يعني صديقك سألك يعني اي مادة انت مش بتحبها تي دي انت هتقولي وبيسألك المادة اللي انت مش بتحبها فانت هترده وتقول جي دي تستي لاشيمي انا بكره الكيمية او هتقول جي ني مبالا فيزيك انا مش بحب الفيزي الموقف اللي بعده تي دي ماند اتونامي يعني انت سألت صديقك عن عن جدول مواعيده لجو دي يوم الخميس تي دي فانت هتقول يبقى انت سألت صديقك عن جدول مواعيده يوم الخميس فانت هتقوله ايه هتقوله كم من الحصص انت لديك يوم الخميس او هتقوله كلمة تيرتلا لجو دي يعني ما المواد اللي عندك يوم الخميس تشوف الموقف اللي بعده لكم 17 تنامي تو ديماند يعني صديقك سألك اكلير كومونس يعني في اي ساعة بيبدأ تاجرنيك سكولير يومك الدراسي تي دي انت تقول يعني هو بيبدأ الساعة سبعة خمسة ربعين دقيقين طيب عندنا هنا اليوم الدراسي ينفع نعوض عنه بل بمعنى هي لان هي كلمة مفرد مؤنس داكور فاقول يعني هي تبدأ نقص بيها اليوم الدراسي او ممكن نقول الحصة الاولى بتكون الساعة ثمن طيب نشوف بقى الاختيارات معناها ايه الساعة ترمين هي هتنتهي الساعة 14 ونص او اللي دي غني لكور الحصة الاخيرة بتكون الساعة خمسة عشر او اللاكي غياسيو الفسحة بتكون ساعة 12 الدراسي الموقف اللي بعده تنامي تو ديماند يعني صديقك سألك اللا اس بي تي يعني العلوم السكوا هي ايه تي دي انت هتقول يبقى صديقك سألك الاس بي تي دي عبارة عن ايه فانت هترد عليه وتقول له سي لا سيانس دي لا في اي دي لا تر انها علوم الحياة والارض او هتقول له ستين ماتيار سكولير انها مادة دراسي طب نشوف بقى الاختيارات هو بيقول انها رياضة انها لغة انها نشاط يدوي اكتيفيتين مانوال نشوف الموقف رقم 19 تي دي ماندا اتونامي يعني انت سألت صديقك عن السي جوت سكولير عن ميوله الدراسية تي دي انت هتقول ايه هتقول كلمة تير تيم يعني اي مادة انت بتحب او هتقول له كس كت تدي تست اي لسي ماذا انت تكره في المدرس طب نترجم بقى الاختيارات هنا اي رياضة انت بتفضل هنا دي اي يوم انت بتفضل هنا دي اي موسيقى انت بتحب طب شوف الموقف اللي بعده رقم 20 تي دي ماند اتونامي يعني انت سألت صديقك عن عن عدد حصص الرياضيات اسبوعيا الدي هو هاي قولي بنت سألته انت عندك كم حصة الرياضيات في الاسبوع هو هيرد عليكو يقول جي كاتر كربع سمن انا عندي اربع حصص اسبوعية او جي سي سكر ديمة بق سمن انا عندي ست حصص الرياضيات اسبوعية طب نشوف معنى بقى الاختيارات انا مش بحب الرياضيات حصة الرياضيات بتبدأ الس 11 انها مادتي المفضلة الموقف اللي بعده 21 يعني انت سألت صديقك عن معاد الغداء في المدرسة تي دي انت هتقول ايه هقول اللي دي جنيه الغداء سي اكلار انها في اي ساعة او هقول اكلار تي دي جين يعني في اي ساعة انت هتاكل نشوف بقى الاختيارات معناها ايه اين انت تأكل في المدرسة او انت بتحب الزهاب للمطعم او الفسحة انها في اي ساعة طيب الموقف اللي بعده 22 تي تان فورم سير انت بتستعلم عن عن عطلة نهاية الاسبوع في فرنسا تي دي انت هتقول ايه هتقول اللي ويكند ان فورنس يعني عطلة نهاية الاسبوع في فرنسا سي كون بتكون امتى او هتقول يعني ما هو يوم العطلة ان فرنس في فرنس طيب نترجم بقى الاختيارات لا فرنس فرنسا سي او هي بتكون فين او انت بتحب عطلة نهاية الاسبوع او كم من الحسس انت كم من الايام انت تذهب للمدرسة موقف 23 يعني صديقك سألك يعني في اي ساعة انت بتتغدى تي دي انت هتقول يعني انا هذهب الى المطعم الساعة البرتاش او هتقول الساعة 21 انا هتغدى الساعة 21 طيب نشوف بقى الاختيارات معناها ايه هنا انا بتغدى في المطعم هنا انا هتغدى مع اصحابي هنا انه الظهر طيب نشوف هنا الموقف اللي بعده 24 تي اكس بريم انت بتعبر عن عن مستواك في مادة الرياضيات تي دي انت هتقول ايه هتقول انا بكون ممتاز في الرياضيات او هتقول تي بريم انت انا افضل الرياضيات دي انسب اجابة طيب نشوف بقى الاختيارات معناها ايه انا بحب اللغات الرياضيات انها مادة انا بكون متوسط في الكامل طيب هنا الموقف 25 يعني صديقك سألك عن عن مادتك المفضلة ايه لدي فهو هيقول ايه هيقولك يعني اي لغة بتفضل انت او هيقول يعني ما هي لغتك المفضلة طبعا انا في حاجات انا بترجمها ترجمة حرفية تمام بس انا بعمل كده ليه عشان انت تبقى فاهم كل كلمة في الجملة معناها داكار طب نترجم بقى الاختيارات هنا كم من اللغات تتحدث انت او اي لغة انت انت لا تحب انت تكره اي لغة نشوف هنا مواقف خاصة بطلاب المعاهد الازهرية وهو نفس المنهج بس بيبقى طالب منه انه يختار اجابة واحدة صح تدي ماند اتونامي يعني انت سألت صديقك عن اللير الساعة تدي انت بتقول كالير تيل يعني اي ساعة الوقت بيكون تي انديك طن نيفو امات يعني انت بتحدد او بتشير الى طن نيفو مستواك امات في مادة الرياضيات انت هتقول هقول جسوي بيا امات يعني انا بكون يعني مستوايا جيد اون مات في الرياضيات طب نترجم بقى الاختيارات انا بكره الكيميا انا بتحدث لغة فرنسية جيدا هو بيكون سيء في الرياضيات الاجابة الصحية هي جسوي بيا امات انا بكون جيد في مادة الرياضيات يعني انت بتعبر عن ميولاك الدراسية تي دي فانت هتقول جي بريفير لي لونج انا بحب بفضل اللغات طب نترجم بقى الاختيارات مع بعض انا امارس الكرة T وفضل الكرة السلة انا بعشك الجيتار تي دي موند اتونامي يعني انت سألت صديقك عن سي جوت سكولير عن ميولوه الدراسية تي دي فانت هتقول كلمة تير بريفيرتي يعني اي مادة بتفضل انت تمام نترجم بقى الاختيارات كلي سبور بريفيرتي يعني اي رياضة بتفضل انت هنا الى اي مدرسة تذهب هنا انت بتحب مدرستك تي دي موند اتون سي بريكوبا يعني انت طلبت من صديقك في النت سالانج لغته يبقى انت بتسأله عن اللغة بتاعته هو بيتكلم فانت هتقول كيلانج بريفيرتي يعني اي لغة بتتكلم انت هبنشوف معاني بقى الاختيارات هنا دي اي جنس ما جنسيتك هنا اي لغة هو بتتكلم هنا اي لغة هي بتتكلم نشوف هنا الموقف اللي بعده يعني صديقك سألك يعني اين انت تتناول وجبة الغداء في المدرسة انت هتاكل فين في المدرسة فانت هترد عليه وتقول له في المطعم تبن ترجم بقى الاختيارات هنا في سلطة الالعاب في البيت في مركز الوساطة يعني صديقك سألك عن يومك المفضل الدي هو هيقول يعني اي يوم انت بتفضل نشوف بقى الاختيارات معناها اي اي يوم انت عندك عطلة اي يوم انت بتروح المدرسة هنا دي اي الايام انت برضو تذهب الى المدرسة هي اللي فوق تذهب الى النادي واللي تحتها تذهب الى المدرسة المركز اللي بعضو يعني صديقك سألك عن ساعة الفصحة او معاد الفصحة تي دي فانت هتقول سي امي دي انها زهر تي دي ماند اتونامي يعني انت سألت صديقك عن ساماتير بريفيري عن مدته المفضلة تي دي فانت هتقول كلمة تير بريفيرتي يعني اي مده انت تفضل تي دي ماند اتونامي يعني انت سألت صديقك عن الار دي انكور عن معاد الحصة تي دي فانت هتقول لكورة سي اكلار يعني الحصة انها في اي ساعة نشوف سؤال الاختياري الخاص بالجرامير اكلار تيا مت يعني في اي ساعة انت عندك ريادية ده تصريف فيرب افور بمعنى يمثلك مع تي لا سامن بتساوي ال بمعنى هي عايزين نصرف الفعل مع ال يبقى كومنس يبقى لا سامن كومنس الاسبوع بيبدأ لي لاندي ان فرانس بيوم الاتنين في فرنسا لازي ليف التلاميذ دي بتساوي ال و ال الجامع عايزين تصريف في بقى ليب معنى يذهب معاها يبقى هون يبقى تلاميذ هون او سلف بوردجوني هيروحوا للمطعم علشان يضغدوا اون اجيبت في مصر كل الناس نعوض عنها بيل يعني هو عايزين تصريف الفعل مع يبقى توليموند بريفر الفوتبول يعني بيفضلوا كرة الكده توماس اي جون تنعوض عنهم بيل الجامع يعني هم تصريف الفيرب مع يل الجامع دي تست اللي هياخرها ان تي يبقى توماس اي جون دي تست اللي اس بي تي بيكرهوا العلوم كلمة تيير فو بريفري يعني اي مادة انتم بتفضلوا او حضرتك بتفضل طبعا اللي نهايتها ازد ده تصريف الفيرب مع اللي كور الحسس تمام هنا اللي كور دي كلمة جامعة نعوض عنها بيل الجامع يبقى السر ترمين اللي نهايتها ان تي تمام اي كانزر يعني بتنتهي الساعة 15 احنا عندنا هنا فعلين عندنا فيرب ترميني وفيرب سر ترميني هنا ده ينهي وهنا ينتهي تذكر يعني انا عايز اقول محمد بينهي يومه يبقى استعمل فيرب ترميني بس لو الحسس بتنتهي هستعمل فيرب سر ترميني الموقف السؤال اللي بعده اللي كور دي مات يعني حسة الرياضيات هنا دي إيل بقى المفرد يريد تلاحظ الفرق ما بين اللي كور هنا معناها الحسس وهنا اللي كور هنا معناها حسة يبقى هنا حسة الرياضيات اعوض عنها بإيل المفرد إي سامبا بتكون لطيفة ده تصريف فيرب قاتر مع إيل جولي اعوض عنها بإيل سير ف سير انترنت الانترنت اللي نهايتها هنا إيل كيلير ده طبعا السؤال عن ساعة هنا كل اللي هي الجامع المؤنس يبقى كل ماتير بروفيرتي يبقى أي مادة أنت تفضل لو أنت متابع معايا من الأول هتعرف إيل فرق ما بين كل بأشكال هادي جي كور دي اي بأس يعني أنا عندي حسة العب بدنية طبعا الساعة بتصبق بي أو حرف الجرق جي لي أم جي لي بتحب اللي زارة بلاستيك الفنون التشكيلية كلمة جمع جي في أكليب أنا هزهب إلى النادي طبعا طولي جور الكلمة الجامع المذكر منكوبا صديقي باب يذهب أو سلف سيرفيس إلى مطعم المدرسة كلمة سلف سيرفيس دي كلمة مفرد مذكر تاخد أو ودي ده دمج لأ بلس ل أو لما بصوا كمان معايا في آخر اختيار اللي هو أو بالشكل ده ده عبارة عن دمج أ بلس ل تيجي مع الكلمات الجامعة السؤال اللي بعده رقم ستة اللي مت إغراضيات ستين ماتير إنها مادة دراسية كلمة ماتير كلمة مفرد مؤنس نوزافون عنجلي إحنا عندنا لغة إنجليزية لمردي يوم الثلاث اللي يام الأسبوع بتصبق بلير لس دي اي مركز الوسائق سمن لي إنها مكاني عايز أقول مكاني المفضل كلمة لي دي كلمة مفرد مذكر يبقى أختار بريفري الأولى بها مكاني المفضل في المدرسة هنا الصفة التانية دي مفرد مؤنس دي جامعة مذكر دي جامعة مؤنس جينيبا يعني أنا ليس لدي عن كور أرجو دوي أنا منديش حسة لنهر ده كلمة كور كلمة مفرد مذكر هنا كسكتيا لسامدي ماذا أنت لديك يوم السبت بقى الإجابات مترجمة ده طبعا السؤال عن الساعة هنا يعني ما هي أيام الأسبوع كلمة ليجور كلمة جامعة مذكر بقم تلاتة طيب أنا هنا كلمة ليزليف هعرفها إزاي هي تلاميذ ولا تلميذات من الصفة اللي في نهاية الجملة كلمة إنتليجنت دي كلمة جامعة مؤنس هتبقى ليزليف هنا كمان جامعة إيه مؤنس يبل اختيار الأخير يعني بالنسبة لي أنا أفضل لجغرافي الجغرافيا طبعا الملحوظة اللي قلتها لكم في أول الدرس لما أخذنا الكلمات إن جميع المواد الدراسية مؤنسة ما عدا اللغات والفنون التشكيلية اللي هي لزايت بلاستيك وكم خمسة يعني الفسحة إي بتكون آميدي زهران جي في دي لجيمناستيك أنا أمارس التربية البدنية أو جيميناس في صالة الألعاب كي طبعا لما باجي بسأل بكي الفعل بيصرف زي إي المفرد المذكر يبقى كيفا أو سيدي مين هيزهب إلى مركز الوصائق ده تصريف فيربالي مع إلو أمفا أو سلف يعني إحنا هنزهب إلى المطعم بور مونجي علشان ناكل هنا كومبيان بيجي بعدها هي أما دي أما دي أما دي أبستروف هنا كلمة أرديناتير بتقادق بحرف متحرك يبقى كومبيان دي أرديناتير دي أرديناتير يبقى كام من أجهزة الكمبيوتر أنت لديك جينيبا أنا مش بحب الفلوزيفي الفلسفة كلمة فلوزيفي لا فلوزيفي مش لا فلوزيفي يبقى جينيبا لا فلوزيفي أنا مش بحب الفلسفة طبعا هنا أفعال الميول عندي لازم يجي بعدها أدوات معرفة حتى لو هي في حالة النفي لكن التصحيح هنا أن هي لا فلوزيفي داكور هنا أكلير في أي ساعة اللازي لاب انترى سبور عزيني نقول بيذهبون يبقى تصريف فير بقى ليه مع إيل وإيل الجامع إلي ديزير يعني الساعة بتكون ساعة عشرة هنا هتبقى بقى إلا الربع طالما في أداة معرفة لكده تبقى إلا الربع يبقى موال كارت إلا الربع لكن ما ينفعش أقول وربع كارت على طول ما تبقاش في أداة معرفة إلي ديزير أهي الملحوظة هي جات تاني إلي ديزير إي كارت وربع طالما فيش أداة معرفة هي بقى أختار إيه ننزع له نحن نذهب RCDE لها مركز الوسائق لمردي يوم الثلاث لSVT يعني العلوم السكوا هي إيه الSVT دي هي إيه نخلي بالنا إن كوا دي بتيجي بعد سي لكن كسك بتيجي قبل سي يعني أقول كسكسي ما هز الاتنين بنفس المعنى داكور بس بنقول كسكسي و السي كوا لا جيغرافي إيغرافيا سي ديفيسيل إنها صعبة أنا لو عندي كلمة إيلي هي تكون كانت تنفع ممكن أختارها برضو يبقى يا إما سي يا إما إيلي جيني باي يعني أنا مش بحب اللاميوزيك الموسيق كلمة مفرد مؤنس هنا لكور سوترمين يعني الحصة بتنتهي أكانزير الساعة خمستاشر هنا الفعل هنا مصرف مع المفرد يبقى كلمة كور هنا كلمة مفرد مش جمع لأننا عندي ليكور معناها حصة والليكور معناها حصص أهي هنا هو جاب لنا مثال تاني برضو يوضح لنا إيه الفرق ما بين ليكور والليكور المفرد والجمع هنا ليكور سوترمين هنا الفعل هنا النهاية دي مصرفة مع الجمع تمام يبقى كلمة كور هنا كلمة جمع يبقى هاخد ليه يبقى الحصص بتنتهي ساعة خمستاشر نو بغفيرو يعني إحنا بنفضل تولي سبور كل الرياضيات كل الرياضات برضو جادور لكور دي دي كاسيون يعني أنا بعشق حصة التربية الميوزيكال الموسيكية هنا دي صفة لازم تبقى في المفرد المؤنس عشان كلمة دي كاسيون كلمة مفرد مؤنس لأس في تي سي ما ماتير بريفيري كلمة ماتير مفرد مؤنس لازم برضو الصفة اللي تيجي بعدها تيجي مفرد مؤنس سي طعون بلوى دي دون إنه جدوى المواعيد كلمة مفرد مذكر جي شيمي أنا عندي كيميا طبعا السعب تصبق بقى آنزير الساحداشر جم تولي موند أنا بحب كل العالم كلمة مفرد مذكر ألين اي اكسلون ألين بيكون ممتاز أمات في الرياضية دا لتحديد مستواك في مادة معينة بنستعمل حرف الجر أم جاليا أمالي جاليا بيحب الذهاب إلى ألا بيبلتك إلى المكتبة كلمة مفرد مؤنس أم فرانس في فرنسا لا سامن كومانس الأسبوع بيبدأ بلي لاندي بيوم الاتني طبعا أيام الأسبوع بتصبق بحق بل إلي الوقت بيكون كلر في أي ساعة كلمة إير عندنا كلمة مفرد مؤنس جي دجين يعني أنا بتغدأ السلفة في المطعم آمي دي زهران لكن لو أنا هقول إن دلوقتي الظهر إسلوا الساعة 12 هقول إلي مي دي على طول مش هستعمل حرف الجر آ قبله ليد الساعة الرسم ستين ماتيير إنها مادة انتريسونت شيقة صفة مفرد مؤنس مفرمي أم يعني عيلتي بتحب علي أوكلي بتحب الزهاب إلى النادي لما بيكون عندنا فعلين في الجملة الفعل الأول يصرف والتاني يكون في المصدر مونبير بارل يعني والدي بيتكلم كل اللغات بيهختار الأخيرة لجمع المؤنس اليوم نصم ل 12 ماي بتكون 12 ماي طبعا الأيام بتاخد لقبله النيابة بيجي بعدها يقم دي يقم دي أباستروف هنا كلمة أولوج بدأ باق الاش المي فهتاخد دي أباستروف يبقى لا يوجد أي ساعة تحاقط دانماكلاس في فصلي عندنا ساعتين يبقى الاختيار الأول جي في أولي أنا هذهب إلى السرير أ منوي يعني ساعة 12 بالليل يعني في أي يوم أي يوم أنت عندك أطلم هنا ليه كاميراد الأصدقاء دي تنفع الأصدقاء أو الصديقات جمع المذكر أو جمع المؤنس برضو إيه اللي هيحدد لنا هي جمع مؤنس ولا جمع مذكر إيه الصفة اللي في آخر الجملة دي يا جونتي دي كلمة جمع مذكر يبقى ليه كاميراد كمان جمع مذكر جي في أطليب أنا هذهب إلى النادي تولي فوندر دي يعني كل أيام الجمع جمع مذكر جي في أطليب أنا هذهب إلى النادي تولي فوندر دي يعني كل جمع هنا ليه ما قلتش تولي فوندر دي تولي فوندر دي تولي فوندر دي تمام كل جمع ميكوبا كل أصحابي ميكوبا أصحابي نم يعني مش بيحبوا الاس في تي طبعا ميكوبا بتساوي إيه لأجمع هي بتصريف الفيرب اللي نهايته انت جم أنا بحب كل المواد معدى التاريخ هنا كور ديشيمي يعني حصة الكيميا السرد في السيل يكون صعبة طيب هنا عندي كور ممكن تبقى مؤنس ممكن تبقى مفردة أو ممكن تبقى جمع أحدد على أي أساس برضو الصفة الأخيرة الصفة الأخيرة هنا جمع يبقى كلمة كور عندي كلمة جمع يبقى اختار للأخيرة الاس في تي سي كوا هي إيه زي ما قلت قبل كده كوا هي هي نفس معنى كسك لكن إيه الفرق بقى نقول سي كوا لكن دي كسك سي سي تيجي بعد كسك سؤال تسعة منامي تساوي إيه للمفرد يبقى إيه لألار يعني بيكون جاي في المعاد أو في الوقت المناسب ده تصريف فير بقت ممكن نقول برضو نستعمل فير باري في بس هنا الفعل عندنا أري في ده مش مصرف مع إيه للمفرد فمش ينفع لكن لو كان مصرف مع إيه المفرد كان ينفع برضو نقول أريف ألار يعني وصل في المعاد هنا يعني أي الأنشطة أنت بتحب في المدرسة كلمة جامعة مؤنس هنا ترتيب الجمل خاص بالمعاهد الأزهرية أنا هرتب على طول هقرى الجملة مترتبة على طول المد مو عن لكاتر إنها ساعة نشر الظهر إلا الربع يعني التلاميذ بيكونوا في مركز الوساطق يعني جهاز الكمبيوتر بتاعك بيكون رائع جدا يعني أنا مش بحب يوم الثلاث أنا بذهب إلى مركز الوساطق أفير جولي مع جولي إلا إنفوتو بيوجد صورة اللي كور الحصة كومونس آمي دي بتبدأ ساعة نشر الضهر يعني لا يوجد كتب نشوف الميل ما بعد سالي سالي كم بيان دي كور تيا بغجول يعني كم من الحصص أنت لديك بغجول يعني يوميا هقول جه سي كور أنا عندي سي سكور عندي ستة حسس كلماتير تبريفير يعني أي مدة أنت تفضل هقول جه بريفير اللي مت أنا أفضل الرياضية في الآخر هكتب هكتب أنا أذهب أنا أذهب للمطعم بردجني علشان أضغط ممكن أكتفي بس بقول إن أنا أقول جه بي أذهب للمطعم وخلص يبقى تفاهم ما فيش مشاكل في النهاية au revoir au revoir الميل اللي بعضه بونسوار بونسوار أكلير تيفا أو لسي يعني في أي ساعة أنت تذهب للمدرسة هقول جه بي أو لسي أو يتر أنا هذهب إلى المدرسة إصلاع ثمانية كسك تنيمبا أو لسي يعني ماذا أنت لا تحب في المدرسة هقول جنيمبا لسي أنا مش بحب المطعم في النهاية أبلوس هكتب أبلوس شوف عندنا السجيل اللي بيكون طالب منك أنك تكتب من 15 إلى 20 كلمة طبعا اللي أنا كانت بادة أكتر لكن أنت ممكن برضو تختصر بعض الكلمات بس تكون مش جوهرية في السجيل هو طالب منك يعني اتكلم عن جدول موعيدك وعايزك تستعمل الكلمات اللي ما بين الأقواس اللي هي حصة وزهجة وليل عندي يوم الاثنين ما جرني ما جرني سكولير يعني يومي الدراسي كومونس أوي تار يومي الدراس هيبدأ الساعة ثمانية الساعة ترمين وهينتهي ساعة ثلاثة بعض الزهر جي سيد كور أنا عندي سبع حصص جي دي كور دي فرانسي أنا عندي حصتين لغة فرنسية دي كور ديمت حصتين رياضيات دي كور دي جيو وحصتين انجليز آمي دي زهرا جي مونجو أوسلفي أنا باكل في المدرس نشوف هنا عندنا السجيل اللي بعده بيقول لك بارلي دي تي جو تسكولير يعني اتكلم عن ميولك الدراسي تكلم عن الماتير المواد والأكتيفتي الأنشطة هقول في المدرسة جي دي سكو ماتير أنا عندي عشر مواد جيم تولي لونج أنا بحب كل اللغات الصوف لانجلي معداء اللغة الإنجليزية هنا ده سجيل أنا كتباء فيه كمان سجيل مكتوب في الدرس نفسه تمام ممكن برضو تحفظ ده أو ده شوف الأسهل بالنسبة لك واحفظه جيم بيكو جيم بيكو يعني أنا أحب كالسيران اللغة الفرنسية جينينبا أنا لا أحب اللاجيو يعني الجغرافية جي دي تست لستوار أنا بكره التالي جادور لا ميزيك أنا بعشق الموسيقى دكتب هنا الأنشطة هتكلم عن إيه يعني أنا بحب الموسيقى ده بيعتبر برضو أكتيفتي نشاط تمام وهقول كمان جيم جوي أو باسكت يعني أنا بحب لعب الباسكت ده برضو كده أنا تكلمت عن الاكتيفتي اللي هي الأنشطة نشوف السجاء اللي بعده يعني يتكلم عن يومك الدراسي وعايزك تتكلم تستعمل كلمات كومونس يعني يبدأ و يعني الفصحة هقول يعني يعني هايبدأ الساعة 8 وينتهي وهايمتهي أكين زر الساعة 15 جي سكر أنا عندي سباح حسس بار جور يومي أميدي الساعة 12 دهر جي منج أنا هيكل أسلف في المطر بندول لا بندول لا ريكرياسيو يعني أسناء الفصحة جي جو أفك ميزامي أنا هالعب مع أصحابي ممكن أقول كمان جي كور أنا عندي حس دي فرانسيو لغة فرنسية تلي جور يعني كل الأيام نشوف الامتحانات وهي آخر حاجة في الدرس عندنا الوسيقى اللي عندنا هنا بعنوان أكليب دي فوت دي باري يعني في نادي كرة قدم باريس ده ديالور ما بين اتنين روبير و جوليان روبير بيقول يعني إلى أي مدرسة تذهب أنت جوليان بيرد ويقول يعني في مدرسة اسمها سانت مارتا يعني أمام محطة المتر بيقول يعني في أي ساعة بينتهي اليوم الدراسي بيقول الساعة 14 كل الأيام يعني كل الأيام اليوم الدراسي بينتهي الساعة 14 اللي هي الساعة 2 بعد الضهر صف معادة يوم الجمعة هينتهي الساعة 13 اللي هي الساعة 1 بعد الضهر هنا الروبير بيقول يعني أي جزء من المدرسة أنت بتحب بوركوا وليه قاله أنا بحب مركز الوسائق لا هناك أنا بتصفح على الانترنت بور شرش ديزين فو عشان أنا ببحث عن الانفو دي اللي هي الانفورماشيو اللي هي المعلومات ربير بيقول وبور المواد الدراسية كسكتيم أو دي تست ماذا أنت تحب أو تكره قاله تجم الماتماتيك يعني أنا بحب غياضيات الكيمية سينال الكيمية بتقول كون سيئة اتوا وينتا قاله جادور لاشيمي أنا بعشق الكيمية الابيولوجي والأحياء جمتري ميتسا أنا أحب أن أكون طبيب في المستقبل نشوف الأسئلة مع بعض OCD في مركز الوسائق جوليا M جوليا بيحب الشرش سير انترنت البحث على الانترنت الإجابات كلها متخططة في الوسائق جي في أوليسي يعني أنا أذهب إلى المدرسة مدرسة اسمها ماري كوري أمارسي في مارساليا جي في أوليسي أنا أذهب إلى المدرسة تليجور كل الأيام الصف لويك عندما عادة عطلة نهاية الأسبوع اللي هي السامدي إلى ديمانج يبقى السامدي والديمانج السبت والحد دول هما الويك عند جي كومونس أنا ببدأ مع جورني سكولير يومي الدراسي أوي تير الساعة 8 لمرضي الجودي يوم الثلاثة والخميس جي كومونس بالأباس يعني أنا هبدأ بالأباس بتربية البدنية جادور يعني أنا بعشقة جي ست كورة برجور أنا عندي سبعة حصص يوميا صف الجودي معدى يوم الخميس جي سيس كورة أنا عندي ست حصص سلمو فقط يعني معدى يوم الخميس هو عنده ست حصص بس يبقى كل يوم عنده سبعة معدى يوم الخميس هو عنده ست حصص بس لمرضي يوم الثلاثة جي في أرسي دي أنا هذهب إلى مركز الوسائق بورفير دي أنكت علشان أعمل أبحاث سير انترنت على الانترنت أونزر يعني ساعة 11 جي منج أسلفي أنا باكل في المطعم أفاك ميكو بعد كلاس مع أصحابي بالفصل ليلاندي يوم الثلاثة جي دي كورة دي شيمي أنا عندي حصتين كيميا دان للابغاتوار في المعمل أفاك ميسيو دانيال مع الأستاذ دانيال جي ترمين أنا هنهي اللي كورة الحصص أر كاترز ترنت ساعة 14 ونص يعني ساعة 2 ونص في النهاية كاتبة أيلان نشوف الأسئلة أيلان بارلدري بتتكلم عن الصنم بالودي طوم عن جدول الموعد اللي زي ليف فوق أرسلفي يعني التلاميذ هيذهبوا إلى المطعم أونزر الساعة 11 اللي لوندي يوم الثنين أيلان عشي مي عندها كيميا واللبغاتوار في المعمل أيلان فوق أرسلفي هتروح مركز الوسائق لماردي يوم الثلاث نشوف سؤال المواقف اللي بيكون طالب منك إنك تختار مواقفين صح يعني صديقك بيستعلم عن جدول حسسك جدول موعدك إيل دي فهو هيقول إيبه هو عايز يسألك عن جدول حسسك هيقول لك كم من الحسس أنت لديك أنت عندك أو هيقول يعني ما هو جدول موعدك طب نترجم بالاختيارات أي مادة أنت بتحب أي موسيقى أنت بتفضل كم من المرات أنت تذهب لمركز الوسائق نشوف المواقف اللي بعده يعني أنت بتعبر عن ميولك الدراسية تي دي أنت هتقول يعني أنا بكون جيد في الرياضيات أو كمان هقول جيم بي كولي اس فيتي يعني أنا أحب كثيرا العلوم طب نشوف بالاختيارات معناها إيه أنا لا أحب التنس أنا بفضل اليوم الجمعة أنا بعشق نهاية الأسبوع الموقف اللي بعده يعني صديقك الفرنسي يعني صديقك الفرنسي بيستعلم عن عطلة نهاية الأسبوع في مصر فأنت هترد عليه وتقول يبقى هو قالك نهاية الأسبوع في مصر إمتى فأنت هتقوله سي لفندردي إنها الجمعة أو يعني الأسبوع بينتهي بيوم الجمعة نترجم بقى الاختيارات الأسبوع بيبدأ السبت إنها الحد طبعا هو بيسأل في مصر ما يفعش نقول الحد هنا الأسبوع بيبدأ الاتنين نشوف سؤال الاختياري كم من الساعات دي ما تأتي يا مردي إنت عندك يوم الثلاث وباقي اللي اختيرات عندك مترجم عشان تعرف إحنا ليه اختيرنا بالذات كم بياندر يعني أنا بوصل المدرسة يعني الساعة سبعة خمس وربعندي طبعا الساعة بتصبع بحرف القرآ هنا يعني جميع الأغراض يعني سقطت على الأرض اللي زفر كلمة جامعة مؤنس aujourd'hui يعني اليوم أن إحنا عايزين تصريف فير بأفوار مع إيل وقال المفرد هنا أن دي بتساوي إيل وقال المفرد يبقى أن إحنا أدزر دي أبي أس إحنا عندنا ساعتين تربية بدانية كليتون أدرس يعني ما هو عنوانك كلمة أدرس كلمة مفرد مؤنس الآن إلى سيز إنها ساعة السادسة أي ديمية وننصر نشوف الميل اللي عندنا هنا نرد ونقول كم من الفصول بيوجد في مدرستك سأقول كم من الفصول في مدرستي بيوجد 20 فاصل سؤال لبعض أي مادة أنت بتفضل سأقول أفضل الرياضيات إلى الجيو والجغرافيا لأنه هنا بيسأل أي المواد يبقى مش أقول مادة واحدة في الإجابة أقول أكتر من المادة دكار لو سألني مادة واحدة أبقى جارب بمادة واحدة سألني كل ماتير كده جمع لا يبقى أقول أكتر من المادة نشوف السجيلي بيكون طالب منك نكتكتب من 15 ل 20 كلمة أنا كتبة أكتر من 20 كلمة وإنت الكلمات الصعبة عليك ممكن تحشها بس تكون حاجة مش جوهرية يعني اتكلم عن ميولك الدراسي وعايزة بتكلم عن الماتير والأكتيفتي المواد والأنشطة أوليسي في المدرسة جديس ماتير أنا عندي عشر مواد جم تولي لونغ أنا بحب كل اللغات صوف الأنجلي مع عداء اللغة الإنجليزية جم بكل فرانسي يعني أنا أحب كثيرا اللغة الفرنسية جم بلا جيون يعني أنا مش بحب القرار جم دي تست لستوار أنا بكره التاليخ جم در لاميزيك يعني أنا بعشق الموسيقى يعني أنا بحب لعب كرة السلة هنا بعشق الموسيقى وبحب كرة السلة يبقى أنا كده اتكلمت عن الأنشطة اللي انت بتحبها في المدرسة بكده نكون انتهينا من الدرس التاني كله شكرا لسمعكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوكم جميع الفيديوهات الجديدة